وبالذات في أفريقيا مباراة الرجاء أدارها بامتيازه كنت مبسوط قوي لإني أنا بعض أتفرج عن مدرب كمدرب مش كمشجع فراح يمكن مباراة الرجاء في المغرب أدارها يعني قبل المباراة أنا كنت يعني بتكلم مع ناس أصدقائها عبد الفرق بقول لهم يعني أتمنكم من يعمل في المباراة كده هو سير المباراة زي ما هو عايز اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أنا قبل قبل ما أتكمل كلامك أنه بعض الناس لاموا على مارس الكولر مش أنا منهم يعني لاموا على مارس الكولر أنه أنت زي تدافع أو كده أنت زي تبقى حريس أو كده قدام الرجاء الرجاء فرقة لو هاجمتها هتقدر تكسبها بسهولة أنت ليه تبقى الأم الرجاء أنت بقى بتقول لي شفتو كمدرب وعجبك حاجات إيه الحاجات اللي لا؟ لا الحاجات عمل مباراة تكتكية عالية جدا أنا النهاردة كسبان 2-0 في القاهرة ورايح هلاعب فرقة طبيعي أن هي تنزل في بداية المباراة مع جمهورها مع ملعبها مع ظروفها أن هي عايز تكسب هتبقى ضغطة وعايزة تلعب كور عرضية كتير هو قفل لها أهم من مفاتيح الليعب عندها الخطوط هو قفل الجنبيل لدرجة أنه علم علول ومحمد آني 80 دقيقة ما بيزدوش بس كل كور اللي بتيجي على النادي الآلي كلها طولية يعني حتى العرضية من بعيد وكانت كلها من نصيب ياسر إبراهيم اللي أنا يعني بقوله وأشدت جدا بيه وبقوله أنه هو فكره عالي جدا لأنه لعب ياسر إبراهيم المباراة دي لأن المباراة هتمحتاجها ياسر جنبي محمد عبد مينيو واخدين كل الكور العالية ما فيش خطورة كلها قور هوائية والنادي الآلي متمركز كويس وعمل كسافة عددية وبيلعب أنه هو يخطف الشوت الأول مثلا في هجمة مرتدة أو أفنش الشوت الأول وأنا النتيجة صفر صفر وده اللي حصل الشوت الثاني النادي الآلي في آخر ربع ساعة لقينا محمد آني زاد علي معلول بقى بيزيد وكنا نقدر نجيب جول لني هو سير المباراة المعايزة مش معنى أن أنا راح ألعب الرجاء هناك الناس تقول لك لا أنا راح أكسب الرجاء ماشي أنا 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 نادي الآلي كله بس دوافع اللي عند الفرق اللي قدامك إصرار الفريق ممكن تتصدم منه يجي فيك جون بدري هو مش عايز نفس الوقت هي مش فرق صغيرة ده الرجاء طبعا فرق كويسة ورقاء على ما لعبه كمان وبعدين احنا عارفين الفرق المغربية بالذات الرجاء والوداد بيلعبه الكور العالية أو الكور العرضية مميزين جدا فيها الكور السابتة مميزين فيها حتى ما تتكلم المغرب يقول لهم يعني كل المغرب لما قفلها النادي الآلي قفل خطوط بتاعته وعمل كسافة في العمق ما بقاش فيه خطورة الرجاء ملوش في المباراة الممكن لفرصة وانت ليك فرستين تعرفها كابتن أحمد الرجاء إحصائية يعني عملوا كم كورة عرضية سواء سابتة أو متحبكة في المباراة دي كتير تمانية واربعين كورة كتير لكن كلها من نصيب مين لاش بس يبقى لا تفوق ونجاح كبير يبقى إذن الرجل يشتغل على المباراة لما تيجي تلعب فرقة بالنوعية دي يبقى بتحضر لها فريد تحليل معاك بتفرج بتتوري اللعيبة في الفيديو الفرقة دي ايه بتشتغل منين بتعمل كورستوب بتاعتها منين يبقى احنا لازم نقفل كذا لازم نقفل لهم اللجناب عشان الفرقة دي أميس حاجة عندهم الكورة العرضية يبقى أنا أخلي وهو لعب كده كلا مثلا محمد ياني وخلى أليو ديانج يميل عليه في نص الملعب وقدامه بيرستاو النحاة التانية كان حمدي فتحي وكان علي معلوله وقدامه حسين الشحات أعطاك فبالتالي قفل الخطوط كلها لعب بتلات ديفندرات في الهات قفل خطوطه أدار المباراة أنا كنت مبسوط جدا من أدارة المباراة في الآخر أنت نتيجة مباراتين أنت مش رايح مثلا خسران هنا ولا متعادل عايز تكسر أنت عايز تخرج توصل للسيمي فاينال بعدية أو تفوز بالمباراة فالراجل أدار المباراة كويس جدا لا بالعكس ولازم تعمل كده ولازم تبقى برضو ما تجهدش لعب أزاد على لزوم أنا ممكن في المباراة دي أضغط بس أضغط أقسم المباراة زي ما هو عمل في مباراة أبدأ أضغط من قدام دي المباراة اللي أنا عايز أفاجئ الفرق القدامي خاصة لو لسه النتيجة لكن أنا كذباني 2-0 فلنش واحد أجي أعمل ضغط عادي أنا محتاج أعمل الضغط في الآخر خلاص هو في آخر المباراة طبيعي بيتوتر جوعة بدنيان الجري كتير وبيقع وبيبقى مستعجل فهيغلط أكتر ففي الضغط في الوقت ده تنجح فيه عكس بداية المباراة تدي له مساحات لا اشترك في القناة